بنحل المثال الثانين على مطياف الكتلة في هذا المثال هنا ينتج مشغل مطياف الكتلة حزمة ذرات نيون ثنائية التأيون يعني يعني ضعفي شحنة الإلكترون بالموجب حيث تسرع هذه الحزمة أولا بواسطة فرق جهد مقدارة 34 فولت ثم يتم إدخالها في مجال مغناطيسي مقدارة 50 من ألف تسلا فتنحرف في مسار دائري نصف قطرة 53 ملي متر أوجد كتلة ذرات نيون إلى أقرب عدد صحيح من كتلة البروتون نلاحظ هنا هنا رقمين معنويين هنا رقمين معنويين إذن كلها رقمين معنويين أيضا هنا ملي متر لازم نحولها إلى متر وبعدين نطبق قانون الكتلة فهنا أعطينا الرسم أنه الأكس هذا يدل على أنه المجال المغناطيسي إلى الداخل إلى داخل الصفحة إلى داخل الورقة وهذا المسار الدائري لأيونات النيون فرق الجهد هنا المفروض أن يكون العكس يعني يكون هذا القطب السالب وهذا القطب الموجب عشان تتحرك الأيونات بهذا الشكل لأنه إذا عكسها بهذه الطريقة في الرسمة هنا الأيونات ستتنافر مع القطب الموجب فلن تخرج معناته لازم يكون فرق الجهد هذا الطرف السالب وهذا الطرف الموجب فنحاول نحل هذا المثال أو نرسم ونشوف كيف نتعامل معه إذن هذا هو الرسم فالمجال المغناطيسي للداخل يتحرك عليه الأيونات بهذا المسار دائري لنصف قطرة R وأيضا معطيني أنه الشحنة يعني المعطيات في السؤال الشحنة هي تو بوظو تف يعني أنها تساوي 2 في شحنة الإلكترون إذن 1.6 أكتبها رقمين معنويين لأنه كل الأرقام اللي عندي كلها رقمين معنويين إذن 1.6 في 10 والسالب 19 كولوم إذن هذه هي شحنة النيون طبعا بالبوظو تف لأنه تتكون عليه شحنتين موجبة على كل أيون نيون معناته الشحنة الوحدة مقدارها هذا المقدار نضربها بإثنين معناته كل أيون يحمل شحنتين موجبة أيضا من المعطيات اللي موجودة عندي هو فرق الجهد فرق الجهد المستخدم في هذا المطياف هو 34 و أيضا شدة المجال المغناطيسي المستخدم هي خمسين من ألف تسلا نصف قطر المسار اللي ظهر في مطياف الكتلة هو عبارة عن 53 ملي متر إذن يساوي 53 حول إلى متر الملي هو عبارة عن عشرة والسالب ثلاثة فتحول إلى متر نطبق في قانون نحن نبغى الآن المطلوب هو كتلة كتلة هذه الأيونات وقال قربها إلى أقرب عدد صحيح بالنسبة لشحنة البروتون يعني من قارنها مع شحنة البروتون عفوا مع كتلة البروتون علما أنه كتلة البروتون كتلة البروتون هي عبارة عن 1.67% في عشرة سالب 27 كيلو جرام 27 27 27 سالب 27 كيلو جرام هذه شحنة البروتون هذه شحنة النيون عفوا كتلة البروتون هذه كتلة النيون فنحن نبغى هذه الكتلة فنعوض في قانون مطياف الكتلة اللي هو عبارة عن Q على M عبارة عن 2 في فرق الجهد المستخدم في مطياف الكتلة مقسوما على شدة المجال المغناطيسي أو مربع شدة المجال المغناطيسي المستخدم مضروبا في مربع نصف قطر المسار أيضا اللي استنتجنا أو حسبنا من خلال مطياف الكتلة مطياف الكتلة يحسب لنا هذه المقادير إذن هذه المقادير كلها موجودة داخل معلومة عمليا من خلال مطياف الكتلة والشحنة بما أنه يحمل شحنتين إذن هذه شحنة البروتون شحنة الأيون ويحمل شحنتين موجبة معناته إن إذا أبغى الـ M يعني أقدر أقلب هذا الطرف وأقلب الطرف الثاني بما أنها كسور فأقدر أكتبها بهذا الشكل M على Q مدام أن أقلبت هذا الطرف إذن لازم أقلب الطرف الثاني عشان ما تتغير المعادلة فيصير عندي B تربيع في R تربيع على 2V بعدين أتخلص من الـ Q هذي معناته أضرب الطرفين في Q عشان يبقى عندي فقط الكتلة طبعا هذه كتلة النيون فيروح عندي من هنا الشحنة وتظهر هنا فيصبح عندي كتلة النيون عبارة عن B تربيع في R تربيع مقسومة على 2 في فرق الجهد مضروبة في هذه الشحنة اللي أوجدنا قيمتها هنا إذن كتلة النيون هتساوي إذا عوضنا في الأرقام هنا بيصير عندي 50 من ألف تربيع مضروبا في هذا المسار تربيع به أوجدنا هنا بالمتر إذن 53 في 10 والسالب 3 أيضا هذا تربيع مضروبا في الشحنة اللي هي عبارة عن 2 في 1 و 6 من 10 2 في 1 و 6 من 10 يعني لو ضربناها هتصير عندي 3 و 2 من 10 هذه بتصير 15 بعدين 2 و 1 بتصير 3 إذن 3 و 2 من 10 في 10 أس اللي بتصير 10 هذه شحنة أيونات النيون مقسوما على 2 في فرق الجهد المستخدم وهو 34 30 ففي الآلة الحاسبة نقدر نحسبها بهذا الشكل إذن أقدر استخدم الكسر فيصير 5 من 100 أو 50 من ألف تربيع مضروبا في 53 أس سالب ثلاثة تربيع مضروبا في 3 و 2 من 10 أس سالب 19 هذا مقسوما على 2 في 34 فيساوي إذن هذا مقدار كتلة النيون كتلة النيون حتى ساوي نأخذها نلاحظ هنا رقمين معنويين رقمين معنويين هنا رقمين معنويين كلها رقمين معنويين الناتج بيطلع برقمين معنويين إذن بأخذ 3.3 واحد في بقية الأرقام إذن 3.3 أو 3 و 3 من 10 في 10 السالب 26 كيلو جرام إذن هذه كتلة النيون بنحاول نحسب يعني نقارنها مع كتلة البروتون كتلة البروتون هي هذه فنقول إنه كتلة إذن لو قسمنا هذه هذه الكتلة كتلة النيون على كتلة البروتون بنحصل يعني بنحصل على عدد هذا العدد يدل على كم تزيد كتلة أيونات النيون عن كتلة البروتون فيصير نقول إنه كتلة النيون مقسوما على كتلة البروتون هذه تساوي اللي هي كتلة النيون اللي أوجدناها هنا 3 و 3 من 10 في 10 السالب 26 مقسوما على كتلة البروتون اللي هي 1 و 67 من 100 في 10 السالب 27 لو قسمنا هذول على بعض فيصير 3 و 3 من 10 أس سالب 26 مقسوما على 1 فاصلة 67 أس سالب 27 هذا يساوي إذن لاحظ أنه 19 و 7 من 10 وقال قربها إلى أقرب عدد صحيح معناته إذا قربنا هذا إلى أقرب عدد صحيح معناته بيساوي تقريبا 20 مرة إذن كتلة البروتون يعني كأنه البروتون الواحد كأنه الكتلة أيونات النيون الوحدة تساوي 20 تساوي كتلة 20 بروتون يعني هذه نقدر نكتبها بروتون يعني 20 بروتون يعادلون كتلة 20 بروتون يعادلون كتلة نيون واحد هذا كل شيء بالنسبة لهذا المثال وننتقل إلى حل المسائل التدريبية